نظرت محكمة العدل العليا صباح اليوم الخميس بالاستئنافات المقدمة ضد التعديل في قانون الأساس المتعلق بمنع عزل رئيس الحكومة أو تحصين رئيس الحكومة من العزل والقادي بالسماح بالإعلان عن رئيس الحكومة شخص لا يمكنه الاستمرار بمنصبه لأسباب صحية أو نفسية وجرت جلسة المحكمة بمشاركة ثلاثة من قضاة المحكمة العليا هم رئيسة المحكمة القادية استرحيوت ونائبها عوزي فولجمان والقادي تسحاق عميد وكان الايتلاف الحكومي قد صادق في شهر أذار مارس الماضي على التعديل الذي يقلس إمكانيات عزل رئيس الحكومة التعديل يقضي بأن عزل رئيس حكومة دولة إسرائيل أمر متاح فقط في حال أن رئيس الحكومة أعلن بنفسه أنه لا يمكنه الاستمرار بمنصبه لأسباب صحية أو نفسية أو في حال طلب 75% من أعضاء الحكومة عزل رئيس الحكومة بشكل مخالف لموقفه حينها يتم عرض الأمر على الكنيسة ولأجل عزل رئيس الوزراء يجب أن يوافق 80% من أعضاء الكنيسة على الأمر للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في بث حي ومباشر من العفولة المحلل السياسي المحامي الدكتور لؤيز ريك مساء الخير دكتور لؤيز ريك مساء النور أهلا وسهلا دعني في البداية أسألك كل الأنظار اليوم تحولت إلى محكمة العدل العليا في الكدس الجلسة استمرت عدة ساعات ولكن انتهى الأمر بدون صدور قرار كيف نقرأ هذا المشهد صحيح القرار يعني متوقع أنه يصدر في الوقت القريب لا نعرف إذا كان اليوم أو غدا أو بعد عدة أيام ولكن هناك صورة واضحة احتجلت اليوم أمام المحكمة العليا وهي أن هذا القانون هو قانون سياسي هو قانون شخصي يعني الموضوع الأساسي كان هو أنه هذا القانون هو قانون شخصي يتعلق بشخص نتنياهو ومن أجل حماية نتنياهو حتى لا تستطيع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن عدم قدرته على مزاولة وظيفته ومنصبه كرئيس للحكومة نعم هاي هي النقطة الرئيسية التي كانت اليوم في محكمة العدل العليا وأمام القضاء كانت صورة واضحة وسمعنا أقوال حادة في هذا الاتجاه وهذا شيء مهم جدا أمام الجمهور وأن المحكمة تقول يعني برأيي حسب رأيي المحكمة قالت اليوم نحن هنا ولن نتنازل عن مكاننا لأي شخص آخر نعم دكتور لأي زريك أنا أحاول أن أفسر ما تقوله يعني أفهم من حديثك أن الصدام ما بين الحكومة برئاسة بن يمين نتنياهو وما بين السلطة القضائية في إسرائيل الممثلة الآن برئيسة المحكمة العليا القادية إستر حيوت هو أمر يعني لابد أن يقع يعني إحنا بنقدر إحنا بنتعامل مع الأشياء المنتهي طبعا بس يطلع القرار إحنا بنقدر نتعامل معه ولكن الصورة التي تتوضح الآن هي يعني صورة هي بالأساس هي يعني وضعية المحكمة العليا كم تستطيع المحكمة العليا أن تقف أمام هذه الضغوط وأمام هذه الهجمة الشرسة اليمينية من أجل إضعاف والقضاء على قدرة السلطة القضائية ونحن نرى أن المحكمة اليوم قالت كلمات واضحة جدا وهي رأت أن القانون والتصليح في القانون هو عمليا شخصي هو عمليا شخصي من أجل حماية رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو دكتور لوأي يعني كيف بنقول في لغتنا العامية المحكمة اليوم أيضا ما وفرات تجاه أحد مقدمي الاستيناف ممثل الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وطلبت منه أكثر من مرة الإختصار ولمحت له أنه يتحدث إلى الكاميرا ولا يتحدث إلى المحكمة وقالت له استعمل مصطلحات قضائية لا تستعمل بما معناه بما معناه لا تستعمل الكلمات الشعارات يعني برضو هذا المشهد كان لافت للنظر صحيح يعني وبهذه الطريقة أثبتت المحكمة بموضوعيتها يعني أنه هي ما عندها مشكلة أنها تنتقد حتى المقدمين الالتماس يعني المحكمة دورها أنها تكون موضوعية وأنها إذا شافت أنه في محاولة لتمثيلية من قبل مقدم الالتماس وعرض مواقف سياسية طبعا يعني كل واحده مصالحه يعني المحامي في هذه الحالة هو بده يعرض كمان الموقف أمام الجمهور هذه بنسبة له فرصة أنه يعرض الموقف أمام الجمهور والمحكمة أعادته إلى المكان الصحيح نحن نتحدث بالقانون ولا نتحدث بالشعارات ولا بالسياسة نعم دكتور لؤيزريك لابد أنك تابعت معنا كما تابع الجمهور في البلاد الخلاف ما بين موقف المستشارة القضائية للحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى موقف الاستشارة القضائية للكنيسة يعني حينما تأتي الاستشارة القضائية الممثلة للحكومة ضد القانون وفي الكنيسة مع القانون يعني أي رسالة تصلنا نحن في الجمهور ومن يتابع هذه القضايا وأي رسالة يأخذها طاقم أو قدات المحكمة هيئة المحكمة يعني سؤالك جدا صحيح يعني هذا بفرج الصراع صراع اللي موجود فيه هاي المؤسسة والدولي ككل بهاي الأيامات لأنه كان فيه زي اتفاق كونسنزوس اللي موجود أنه فيه صلاحيات لمحكمة العدل العليا الدولي بتحترم الصلاحيات بتحترم لما بتيجي محكمة العدل العليا بتقول لني عمي أنت هنا يعني تخطيتوا الخطوط الحمراء ارجعوا لمحلكوا كانوا يرجعوا يحترموا المحكمة من منطلق فصل السلطات ولكن أتت حكومة جديدة التي يعني تريد دوس المحكمة العليا والسيطرة عليها السيطرة على القضاء في تعيين القضاء يعني أنا بقدر أقول لك أنه أنا قبل أقل من شهر شاركت في مؤتمر دولي المؤتمر الأكبر بالعالم الأكاديمي الأكبر بالعالم بقضايا العمل وواحد من المواضيع في محاضرتي كان هو موضوع الإنقلاب القضاء في إسرائيل والذي يعني كان مشابه لما حدث في هنغاريا وفي بولونيا وأحنا في نقاش داخلي يعني سألت هذا السؤال أنه هل أنتم شعرتوا بالفعل أنه ضعفت المحكمة في ظل هذه النتيجة لهذه القرارات المحاكم وكان الجواب واضح أنه بدون شك المحكمة المحاكم كل الجهاز القضائي ضعفة جدا في نتيجة لهذا التغيير القضاء ولكن دكتور لؤيز ريك أنت تعرف رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بقول حينما يهدأ الغبار ويسكن الغبار من هذه المعركة كل ستتضح الصورة جلية واضحة وكل مثل هذا الحديث سيتضح أنه كان خطأ وأنه إسرائيل ستكون دولة ديمقراطية أكثر مما كانت عليه سابقا يعني ما هو بالنسبة له الديمقراطية هو أنه بما أنه انتخب فالديمقراطية أنه يعمل أيش بده هذه الديمقراطية بمفهوم نتنياهو بمفهوم هذه الحكومة السؤال هل هي هذه الديمقراطية أم لا المحاكم والجهاز القضائي هو وسيلة للجم الحكومة للجم صاحب السلطة صاحب القوة صاحب الحق في القرار وإذا أنت هذا القوة اللي بدأت لجمك اللي هي السلطة القضائية اللي بدأت رجعك للقوانين للأسس العدل لأسس الحكم إذا هاي المؤسسة بدأت تقدع عليها عمل يعني أنت صح أنت انتخبت بشكل ديمقراطي ولكن هل قراراتك هي تتلائم مع فصل السلطات تتلائم مع الفكر التقدمي اللي بيقول أنه الحكومة يجب أن تمتثل إلى محكمة العدل العليا وفي النهاية صلاحيات الحكومة هي يعني زي ما حكى الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا أهرون باراك قال إحنا لما فيه سياسة حكومة إحنا ما منتدخل فيها ولكن إحنا منتدخل لما فيه مخالف للقانون أو فيه تعدي على الحريات وعلى الحقوق الأقليات فهذه الأحوال إحنا منتدخل وهذا شيء مهم جدا أنه يظل موجود كيف تكرأ الأصوات داخل الأقطاب بالإتلاف الحكومة اللي حتى قبل أن تعقد الجلسة اليوم بدأت بتحذير المحكمة من قبول الاستئنافات سواء الاستئنافات التي المتعلقة بقانون عزل رئيس الحكومة أو الاستئنافات القادمة يعني نوعا ما من التحذير وممكن أنه يصل إلى درجة التهديد للكضاء كيف ترى ذلك؟ يعني ديروا بالكو كانوا يعني إذا بتتذكر لما سنوا قانون القومي كان فيه جو من هالشكل أنه يعني أنتم محكمة العدل العليا أصلا ليش تتبتوا في هيك موضوع وفي هيك قانون إحنا سننا وإنتم مفروض تحترموا وتمشوا وأصلا أرفضوا الاعتراضات على قانون القومي بشكل قاطع ووقتها ما كانت فيه هاي الهستيريا اللي موجودة اليوم ما كانش فيه أصلا ما يسمى بالانقلاب القضائي فكم بالحر اليوم فيه انقلاب قضائي وفيه معاداة واضحة يعني إذا أنت بتسمع كيف الوزراء بحكوا أو ياريف ليفين وغيره كيف بحكوا عن رئيسة محكمة العدل العليا بأي طريقة بذكروها وبذكروا المحاقدات محكمة العدل العليا باستهتار بتعالي بشعور أنه أنت لازم تقضى عليهم وتضعف قوتهم فأنت بتفهم الصورة أنه فيه هنا حكومة اللي هي مستشرسة اللي هي عندها شافت أنه محكمة العدل العليا هي رادة قدامها وقوة اللي ممكن تيجي توقف أمامها وتمنعها من أنها تنفذ مقاربها والخطط والسياسة تبعتها كخبير في شؤون القضاء كمحامة كيف تتوقع أن ينتهي الاستئناف المقدم ليس بخصوص قانون منع عز الرئيس الحكومة ولكن القانون المثير للجدل أيضا وهو إلغاء حجة المعقولية والمحكمة في سابقة في تاريخ البلاد منذ قيام الدولة ستنظر بهذا الاستئناف بتركيبتها الكاملة خمسة عشر قاضيا سينظرون في هذا الالتماس يعني بدون شكل الحقيقة هاي أنه في خمسة عشر قاضيا بدون يبدو في الالتماس هي بتفرجي أنه محكمة العدل العليا تعطي أهمية قصوى لهذا الموضوع لأنه عمليا إلغاء المعقولية هو مس بصلاحيات المحكمة العليا وأنا استعملت مصطلح أنه إذا إحنا أخذنا المعقولية من المحاكم عمليا إيش إحنا بنوخذ عمليا نوخذ المنطق والعقل السليم فعمليا أخذنا الجانب الإنساني الجانب الشخصي باتخاذ القرارات فحولنا المحاكم لروبوت يعني أنت بتعطي بتقوله بناء على بند كذا وبند كذا بطلع قرار كذا يعني وانتهى الموضوع فهل هذه هي وظيفة محكمة العدل العليا برأيي أنه الجواب واضح يعني أنت مفروض تشغل المنطق الإنساني والمعقولية هل محكمة العدل العليا رايحة يعني تخسر الفرصة أنه في عندها فرصة لمحكمة العدل العليا أنه تقول لا يعني أنه إحنا لا نقبل أنه هذا القانون يأخذ من صلاحياتنا ويغير كل النظام القضائي برمته عندها فرصة أنها تقول لا وطبعا عندها الفرصة لما أنت بتحكي على خمسة عشر قاضي معناته الظاهر أنه النية أنه يعني في نية أنه لبحث الموضوع بشكل جدي والتفكير في إمكانية إلغاء هذا القانون وطبعا هذا شيء صعب جدا نعم سؤالي الأخير ليس عن المحكمة ولا عن الاستنافات وإنما عن المشهد مشهد وزير الأمن القومي تمار بن كفير الذي حضر مع أفراد شرطة آخرين لدعم أفراد شرطة يجري التحقيق معهم بشبهات استعمال الكوة المفرطة ضد المتظاهرين في تل أبيب ومواقع أخرى ويعني مشهد كهذا وزير يدعم أشخاص على الأقل مشتبه فيهم يعني ما فيه ضدهم لوائح اتهم ولكن لمجرد هناك شبهات أنهم استعملوا القوة المفرطة ضد متظاهرين ومن بينهم قاصرين غير مسبوك ويعني أثار جدل كبير في الشارع الإسرائيلي كيف ترى ذلك المحامي الدكتور لوائيز ريك يعني شكرا على سؤالك هذه مهزلة اللي احنا منشوفها أنه هذا الوزير اللي يعني في دولي بتحترم حالها مش ممكن شخص من الشكل يصير وزير شخص اللي عنده مئات عشرات أو مئات القرارات المحاكم اللي بتحوله لمذنب في عدة أمور جنائية هذا الشخص تحول إلى وزير وإلى مسؤول الشرطة هذا الشخص الذي كان يقف أمام الشرطة ويتصرف بشكل أزعر أمام الشرطة هو اليوم يعطي الشرعية للشرطة بأن تتعامل بشكل عنيف اتجاه الجمهور هذا هذه صورة مأساوية طبعا تصور الحكومة كلياتها لأنه عندما يتصرف وزير بهذا الشكل هو وصمة عار على الحكومة كلها ولكن هذه الحكومة يعني هيك مظبطة بدأ هيك ختم يعني هاي المصطلح اللي بغدر أقول لك إياه نعم أريد أن أشكرك المحلل السياسي المحامي الدكتور لقايز ريك كنت معنا في بثحة مباشرة من العفولة شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية الله عافيك شكرا جزيلا لك ويعطيك المحلل السياسي 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 المحلل السياس